التقى الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول زفرين مامادو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى تناول اللقاء وآخر المستجدات إقليميا ودوليا وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية كما تم بحث سبل تطوير التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين التقى الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول زفرين مامادو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية كذلك مناقشة سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين الصديقين وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة التي تجمع القوات المسلحة المصرية ونظائرها بالدول الشقيقة والصديقة مشيدا بتنامي آفاق التعاون بين البلدين على نحو يلبي المصالح المشتركة في المجالات العسكرية والتدريبية من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر وإفريقيا الوسطى مشيدا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في القارة الإفريقية حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين ترجمة نانسي قنقر